نشوف واحدة من تغريداتك أو إعلاناتك عن بعض مساراتك البحثية في كتبك التي نشرتها نشوف هذه الصورة غالية بقمية بعيدا عن حاضنة نجد والنساء الشهيرات أتيتي على ذكري هذه السيدة العظيمة أيضا نعم غالية ماذا تمثل غالية في مسار التاريخ السعودي طبعا هي غالية فرضت نفسها بفعلها دورها البطولي أثناء حملة محمد علي على شبه الجزيرة العربية ونحن نعرف طبعا تاريخيا أنه هدف الحملة هو كان هو إسقاط الدولة السعودية الأولى غالية ذكرت عند المؤرخين الفرنسيين وذكروها أيضا أنهم كانوا مرافقين للحملة من الجنود والضباط وذكرها أيضا وقته كان المؤرخ السويسري بوركارت كان موجود في منطقة الحجاز وذكرها أيضا في كتاب بإشارة قصيرة جدا بالمناسبة تروبا يعني جغرافيا البعض اعتبرها من الحجاز والبعض اعتبرها من الناجد طبعا هذا موضوع آخر بس مجرد للتوضيح فمقاومة تروبا نفسها البلدة الصغيرة جدا التي هزمت أول حملة وجهت لها ثم الحملة الثانية وطبعا يقال من أسباب أن قدوم محمد علي بنفسه إلى الحجاز وقيادة الحملة هو كان بسبب مقاومة تروبا التي كانت وراءها غالية البقيمية فهي فرضت نفسها ظهرت كأول امرأة مدافعة عن بلدتها التي تمثل طبعا وطنها فعلها طبعا يذكرنا بفعل المرأة المسلمة الوثابة المقاتلة المحاربة التي عندما تؤمن بقضية معينة تمس سواء أرضها أو حتى قبيلتها أو عشيرتها تدود بسلاحها للدفاع طبعا تفاصيل ما فعلته غالية أنا ذكرته في الكتاب وكان جل هم محمد علي هو أن يقبض على غالية كان من ضمن مخططات أن تكون من ضمن الأسرى الذين يحملهم إلى مصر لكنها هي نجحت بالفرار من تروبا وقت سقوطها طبعا قيلت أقوال كثيرة حول أين ذهبت غالية وهذا أنا قشته في الكتاب منهم قال أنها راحت للدرعية والبعض قالوا أنها اختفت في حرة البقوم وهذا أنا رجحته أنها اختفت في حرة عند بدل البقوم في الحرة وبعد ذلك بعدما انسحب محمد علي من المنطقة من الجزيرة العربي بأكملها عادت إلى الظهور لكنها طبعا خلدت بفعلها ومقاومتها واستبسالها أمام هذا الجيش الغازي ما زلنا نعتز طبعا نفتخر بذكر غالية وبالمناسبة طبعا هي تشبه بجان دارك عند الفرنسيين من اللي يشبهها؟ هم الفرنسيين فرنسيين كامرة مقاتلة ومحاربة واستطاعت أن تصد يعني في تلك الفترة مثلا جيش محمد علي بعدته وبعتادته يعني جيش متطور جدا مقابل طبعا مقاومة تربها البسيطة لكنها طبعا هي استطاعت أنها نتجمع الرجال بمالها وكامرأة كان لها حضورها داخل بلدتها يعني تبدي وجهة نظرها كان أيضا الفيصل بس هذا ينفي دكتورة يعفوا لمقاطعتك بس هذا ينفي كل حديث يتعلق بطبيعة المناخ الاجتماعي السائد أنا ذاك في زاوية تغييب المرأة إذا مرأة هي التي تقود وتحرك وإلى يومنا هذا إذا ذكر اسمها فهي مدعاة للزهو والفخر والحماسة هو أيضا من جانب أن المرأة يعني أنها لم تكن غائبة عن ما كان يدور في مجالس الرجال يعني عندنا أكثر من حدث يؤكد أنا ذكرت لك مثلا الجهرة المعمر يعني لم تكن غائبة عن الحدث الذي حصل لزيد بن مرخان ومحمد بن سعود موضي بنت أبي وهطان غالية البقمية والأمثلة كثيرة ترجمة نانسي قنقر